اهلا بحضراتكم من جديد حلوان العام موليد 2003 اللقطة دي الناس كلها شافتها وتبعتها على السوشيال ميديا لكن هقول لحضراتكم الجديد والقرارات اللي خلال ساعاتها تتاخذ ان شاء الله هتكون معانا حصرية هقول لحضراتكم المباراة دي كانت ما بين منشية ناصر وحلوان العام موليد 2003 ولاة صغيرة ولاة صغيرة وإحنا بنعتذر لحضراتكم إن احنا نوري كل لقطة زي دي دول ولاة صغيرة الشوط الاول انتهى في المباراة لصالح منشية ناصر 5-0 الشوط التاني حلوان العام رجع 5-4 النتيجة الحاكم حسب ركل الجزاء في الديئة 40 لصالح حلوان العام والمباراة كانت على ملعب منشية ناصر الاحداث دي بعد ركلة الجزاء الحاكم احتسبها شايفين الضرب دي بالنسبة لي كارثة أخلاقية في ملعبنا شايف اللاعب اللي بنطع الحاكم وبيضربه الحاكم توجه الاسم الشرطة وعمل محضر عشان يثبت الحالة دي للأسف شايفينه لقطة سيئة جدا هقول لحضراتكم بقى القرارات اللي خلال ساعات قليلة ان شاء الله هتتخذها او بقت موجودة دلوقتي على ترابيزة اتحاد الكورة منطقة القاهرة بعثتها للجنة المسابقات في اتحاد الكورة علشان هيكون فيه عقوبات انفردنا بالعقوبات اول حاجة اقاف اللاعب محمد صبري سلام حارس مرمى فريق منشية ناصر سنة ميلادية مع التوصية بالشطب وغرامة قدرها الفين جنيه الغرامات المالية دي عشان اللايحة اقاف اللاعب عمر بسيوني سيد لاعب فريق منشية ناصر سنة ميلادية مع التوصية بالشطب وغرامة قدرها الفين جنيه إقاف الكابتن مجدي سيد اسماعيل المدير الفني لفريق منشية ناصر موريد 2003 مع التوصية بالشطب وغرامة قدرها 2000 جنيه إقاف الكابتن مندوح حسين زهران مدرب فريق منشية ناصر موريد 2003 مع التوصية بالشطب وغرامة قدرها 2000 جنيه إقاف اللعب على ملاعب منشية ناصر بجميع المراحل السنية سنة ميلادية لعدم حماية الحكام ونزول الجماهير مع غرامة على النادي قدرها 5000 جنيه واحتساب نتيجة المباراة لصالح فريق حلوان اللي عام تنصف الكرارات دي الكرارات دي ان شاء الله بعد ساعات قليلة هتطلع من اتحاد الكرة بسبب بسبب الواقع دي منتظر بس توقيع اتحاد الكرة على الكرارات توصية جت لهم خلاص والكرارات جت من منطقة القاهرة والتقرير جت من منطقة القاهرة مستني امضاء اتحاد الكرة على اللقطة السيئة اللي احنا شايفيننا في ملاعبنا لنا اتمنى مشوفهاش مرة تانية